سعيد جداً أن أكون موجود معاكم النهاردة وكمان سعيد أن أنا موجود مع زميل عزيز محمد فارس اللي عايز أقوله برضو كل سنة طيبة محمد ورمضان كريم عليك كل سنة وحضرتك طيبة كابتن هاني أكيد بتشرف بالتواجد معاك في قناة النادي الأهلي بيت الأهلوية أجواء النادي الأهلي في كل حاجة غير وكمان أنا قاعد جنب لاعب استثنائي ولاعب غير أنا يمكن كابتن هاني أكيد معرفش أن أنا عايز أقول الكلام ده بس أنا لازم أدي كابتن هاني حقه في حاجة إحنا بنتعامل في السوشيال ميديا وبنشوف دلوقتي السوشيال ميديا مشوف ناس يمكن تاريخها ما احترامنا ليه بسيط جداً بس بيعرفوا ينجموا نفسهم كويس بيعرفوا يقولوا أنا كويس بيعرفوا يتكلموا عن نفسهم أكتر ما يكون لهم تاريخ أنا قاعد جنب مدافع أنا بالنسبة لي هو اللاعب المحترف أكتر لاعب أندر ريتد كاحتراف في تاريخ مصر لأنه هو فعلا ما خادش حقه كابتن هاني عمره ما قال أنا كابتن هاني تاريخ كبير جداً وهو 20 سنة بيلعب كس العالم مباراة هولندا مباراة أيرلندا مباراة انجلترا تلت مباراة أساسي وهو عنده كم سنة؟ 20 سنة كابتن هاني بيطلع للدور الألماني وهو عنده 20 سنة بيطلع الدور السياسي وعنده 20 سنة في تجربة احترافية كبيرة بانتقل لألمانيا في الوقت ده كان أغلى لاعب انتقل في تاريخ مصر من نادي لنادي كابتن هاني قطيرة من ضمن العظماء في تاريخ الكرة الأفريقية في آخر خمسين سنة كابتن هاني تاريخ لما نيجي نتكلم عن المحترفين نحط في البداية اسم كابتن هاني رمزي اللي أنا بتشرف أن أنا أكون موجود معاه وتشرف أن أنا أكلمكم عن حاجة بسيطة جدا من تاريخ لاعب استثنائي في تاريخ الكرة المصرية كل سنة وحضراتكم كل سنة وانطيب مرسي محمد طبعا وإحنا زمائل ربنا يخليك